مصير محافظة إدلب على طاولة محادثات القمة الرئاسية الثلاثية التي تصدفها طهران الجمعة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طايب أردغان والإيراني حسن روحاني أجندات الدول المجتمعة في القمة تبدو متضاربة بخاصة بين روسيا وتركيا فأنقرة تأمل أن تسفر القمة عن تجنب الهجوم على إدلب كما أعلن أردغان أمس فيما موسكو لا تزال تتحدث عن استحالة بقاء الجيب الذي وصفته بالإرهابي في إدلب وهي التي بدأت الثلاثاء الماضي قصفا على المحافظة أدى إلى مقتل مدنيين فيما دعت أنه استهدف مسلحي هيئة تحرير الشام حصرا وهو ما قد يكون استراتيجية جديدة لروسيا للضغط على المحافظة وأهلها ومن خلفهم تركيا خصوصا بعدما نالت ضوءا أخضر أمريكيا بأنه يمكنها والنظام السوري استعادة السيطرة على المحافظة بشرط عدم استخدام أسلحة كيميائية إذ قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيرلي مؤخرا إنه إذا أراد النظام وحلفائه مواصلة استعادة السيطرة على سوريا يمكنهم ذلك ولكن ما لا يمكنهم فعله هو استخدام أسلحة كيميائية من جانب آخر أكاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن إدلب مستمرة وأن الوضع في سوريا سيكون ضمن أولويات اللقاء المحتمل بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو مضيفا أن ملامح الوضع في إدلب من الناحية العسكرية ستتضح أكثر بعد القمة الثلاثية في طهران أمام هذا الواقع المعقد تنتظر المعارضة المسلحة في إدلب ما ستسفر عنه قمة طهران وهي التي اختارت المضية في طريق مقاومة أي اعتداء من قبل قوات النظام على المحافظة إذ يؤكد قادة فيها أن فصائلها باتت مستعدة لكل الاحتمالات العسكرية وأن احتمال اندلاع المعركة لا يزال قائما على الرغم من الحراك السياسي المعلني وغير المعلني من الأطراف كفة